نتحول إلى البرصة المصرية التي تباين مؤشراتها بختام التعاملات جلسة اليوم الخميسة نهاية جلسات الأسبوع وربح رأس المال السوقي 495 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 673 مليار وتسعمائة مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 10236 نقطة وأغلق عند 10235 نقطة وبذلك ينخفض بالنسبة 1% وكما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط EGX70 عند مستوى 1837 نقطة وأغلق عند 1857 نقطة ليصعد بذلك بنسبة 1.11% كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2742 نقطة ليغلق عند مستوى 2765 نقطة مرتفعا بنسبة 81% بالنسبة لك بشيء اشتركوا في القناة